السلام عليكم الزلفلون أهلا وسهلا وبرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جياس كأخبار وكذلك نسلم على بلهمش جياس كأخبار تيفي راهي عادت لنشر الفيديوهات بإذن الله وستكون العودة بقوة في كلتا القناتين وعليكم غير زيارة القناة جياس كأخبار تيفي لأنه ديما فيها الجديد والحصري كذلك حصريا كما راكم تفو يعني قتال قال لك يحرر الكناري والشابباء تواصل الزحف عبوزيدي هذه آخر أخبار شاببة القبائل في الكورا نيوز يعني جريدة الكورا نيوز قال لك ثلاث لعبين دوليين منحوا موافقتهم المبدئية للانضمام هذه الصائفة إلى بيت شاببة القبائل تشير بعض المعلومات من بيت شاببة القبائل أن الإضارة بصدد الحسم مع ثلاث أسماء دولية في الساعات الماضية حيث منحوا موافقتهم المبدئية من أجل الانضمام أين ستكون مفاوضات في المقر الرئيسي لموبيليس طبعا من أجل حسم الأمور معها رسميا يعني منورات بعض المناجرة لا حدثة والرسمي سيكون عبر قناة الفريق يعني قناة شاببة القبائل ولعل الجميع لاحظ بأن بعض المناجرة يقترحون أسماء اللاعبين لا يصلحون أطلاقا لتقم صلوان بحجم شاببة القبائل أين أكد يعني مصدر من الشركة الملكة للنادي بأن على المناصرين الإطمئنان بما أن مناورات بعض المناجرة لا حدثة والقناة الرسمية للنادي عبر موقع أو مواقع التواصل الاجتماعي هي الوسيلة التي سيعرفون فيها على جديد فريقهم نتمنى إن شاء الله يا ربي كل توفق لشاببة القبائل نتمنى أنه ربي يوفقها ونتمنى كذلك ثلاث لائبين دوليين أنهم يكونوا قد المستوى لشاببة القبائل ويكونوا يسهلوا قمص شاببة القبائل أي خبر جديد راح نشاركه معكم في جياس كأخبار وجياس كأخبار تيفي في كلتا القناتين لا تبخلوا علينا بالتعليقات